بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجاء بفيديو جديد من الكلمات الشائعة عند كتير من الناس أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا طيب انت ليه بتقول كده وقولك لا لأن أنا دي بتاعة الشيطان طبعا يا جماعة ده نوع من التنطع والتكلف يعني فيها تكلف شوية لأن كلمة أنا ضرورية جدا في الكلام بين الناس من مقتضايات الخطاب وضرورات اللغة يعني ما ينفعش نستغنى عن الكلمة دي وإحنا بنتكلم فعادي جدا لأنا أقول أنا رحت أنا جيت أنا بعت أنا اشتريت لكن مش من الورع ولا التقوة إلا أنا كل ما أقول كلمة أنا أقول وأعوذ بالله من كلمة أنا وأفتكر كده أن ده يعني من صفات عباد الله الصالحين طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أنا هل كان بيقول بعديها أو أعوذ بالله من كلمة أنا قال ما إني أخشاكم لله وأتقاكم له كما في البخاري ومسلم الصحابة كانوا بيقولوا أنا السلف كانوا بيقولوا أنا لكن من غير ما يقولوا وأعوذ بالله من كلمة أنا إنما حسب السياق يعني أنت لو قلت أنا على سبيل الكبر آه ده اللي ممنوع أنا خير منه أنا لا أقارن بأحد محدش يقارن بحد أنا كذا كذا أو أنا أحسن واحد في المكان ده وأنا أزكى واحد آه الكبره بطره الحق وغمته الناس ترد الحق أو تقلل من شأن الناس شايف نفسك أعلى من الناس آه لو تقالد بهذا السياق يبقى ده ممنوع إنما لو أنا بقول أنا ومش في دماغي خالص أو ليس في كلمة أنا بطره حق يعني رده حق أو احتقار للناس أو غمط للناس أو تقرير من شأن للناس فما فيهاش حاجة وما فيهاش اللي احنا نتكلف ونقول وعوذ بالكلمة أنا دي ما وردتش عن السلف الصالح وبالتالي ما تتقلش ولكن كلمة أنا كلمة معتادة جدا وسهلة جدا ونقولها عادي جدا بشرط إنه ما يكونش من صاحبها شيء من الكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم